مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنوضح ونشرح هذه الجدادة الطبيقية الخاصة بدرس التعبير الكتابي للسنة الرابعة في مقدمة هذه الجدادة هناك بطاقة تقنية هناك الوحدة الأولى التي يندرج ضمنها موضوع هذا الدرس وحدة الحضارة المغربية وهذا الموضوع الإنشائي يقدم خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الوحدة على مدى أربع حصص بمعدل حصة واحدة كل أسبوع مدتها 30 دقيقة إذن أربع حصص كل حصة مدتها 30 دقيقة على مدى أربعة أسابيع يشتغل الأستاذ بمعية المتعلمين على موضوع الإنشاء واحد قلنا خلال أربعة أسابيع والمكون هو مكون الكتابة والمجال هو التعبير الكتابي أو الإنشاء فيما موضوع هذا موضوع هذا المكون أو هذا الدرس هو توليد الأفكار أي يقدم الأستاذ للمتعلمين فكرة أو موضوع فيولدون منه أفكارا أخرى ومدامت هذه الوحدة هي خاصة بالحضارة المغربية يطرح عليهم مثلا موضوعا حول المآثير العمرانية أو للمآثير المعمارية أو لأصوار التاريخية أو المساجد فينتجون موضوعا أو يكتبون موضوعا إنشائيا حول هذه المآثير أو الأصوار التاريخية إلى غير ذلك إذن أهداف هذه الحصة هي أن يتمكن المتعلم من مهارة الكتابة ومعالجة موضوع بالتوليد أي نطرح عليه موضوعا معين فيولد عنه الكثير من الأفكار لكتابة موضوع إنشائي ثم أيضا استثمار الموارد والمكتسبات والرصيد المعجمي والتعابير والأساليب اللغوية التي اكتسبها المتعلم ضمن الرصيد المعجمي الخاص بوحدة الحضارة المغربية الذي يدرسه خلال هذه الوحدة أما الوسائل التعليمية التي يمكن أن يعتمد عليها هناك كتاب هناك موارد رقمية هناك دفاتر هناك صبورة إلى غير ذلك أما المراحل فهناك دائما وضعية الانطلاق إذن كل درس لا يحتاج إلى وضعية الانطلاق هنا سينطلق الأستاذ ويهيئ المتعلمين ويدربهم على مهارات توليد الأفكار انطلاقا من نص الموضوع بحيث سيدكرهم بالرصيد المعجمي كلمات ومفردات وعبارات وأساليب وضواهر لغوية تعرف عليها خلال هذه الوحدة وانطلاقا منها سيولدون أفكارا يمكن أن سيولدون أفكار ثم بعد ذلك يشرح لهم المطلوب من النشاط بحيث يقدم لهم هذا الموضوع نص الموضوع هذا هو زرت رفقة أصدقاء في الفصل في إطار رحلة نظمها النادي الثقافي بمدرستك مسجد الكتبية بمدينة مراكش فأعجبت بجمال معماره وبناء صومعته وبديع زخارفه وكثرة زواره سيقول الموضوع هو وصف مسجد الكتبية ومعماره وبناء صومعته وزخارفه وكثرة زواره إلى غير ذلك إذن يقرأ الأستاذ النص قراءة جهرية ثم يطلب من المتعلمين وضع خط تحت الكلمات المفاتيح في نص الموضوع هذا ويوضح لهم على أن الكلمات المفاتيح هي الكلمات الأساس في النص إذن الكلمة المفتاح في هذا النص هي وصف مسجد الكتبية وجمال معماره بناء صومعته بديع زخارفه كثرة زواره إلى غير ذلك ثم يقرأ المتعلمون والمتعلمات نص قراءة جهرية يرعون فيها أيضا شروط القراءة السليمة بعد ذلك تأتي مرحلة التخطيط إذن في هذه المرحلة الأستاذ يوجه المتعلمين إلى شرح الكلمات التي حددوها باعتبارها كلمات مفاتيح وعلاقتها بالكلمات المقترحة في الجدول الوارد في كتاب المتعلم إذن هذا الجدول يضم كلمات وأوصاف ورصيد معجمي وتعابير لغوية وأسلوبية يمكن أن يستعين بها المتعلمون في كتابة موضوع إنشائي ثم يدعوهم إلى كتابة فقرة في ضوء ما توصل إليه في الجدول من رصيد معجمي وتعابير وكلمات وأساليب يصفون فيها مسجد الكتبية ومعماره ونقوشه وعظمة بنائه ويبرزون كذلك مظاهر الاعتزاز بالحضارة المغربية من خلال تحديد مكونات هذا المسجد ومظاهر الجمال فيه ذكر تاريخ المسجد وموقعه وعظمة بنائه وبيان الاعتزاز بعظمة الحضارة المغربية انطلاقا من هذه المعلمة الحضارية الفريدة إذن هذه هي التعليمة نص الموضوع وتعليمة والعناصر التي سيعتمد عليها المتعلمون أو سيناقشها المتعلمون في موضعهم الإنشائي هذا خاص بالحصة الأولى بعد ذلك تأتي الحصة الثانية إذن دائما مع المسودة أو ورقة التسويد أو كما نقول ورقة الواسخ إذن لا زال المتعلم هنا يكتب في ورقة التسويدي فقط بحيث سيعودون إلى نفس الموضوع الذي كتبه في الحصة السابقة ونفس ما أنجزه المتعلمون لتنقيحه وتعديله وإدخال أفكار جديدة عليه إذن في هذه الحصة الحصة الثانية قلنا الأستاذ سيشجع المتعلمين والمتعلمات على استعمال التعابير والأساليب والعبارات والكلمات لإنجاز مسودة أولية أي كتابة الموضوع في الواسخ ثم الأستاذ كذلك يمر بين الصفوف ويقدم المساعدة للكلمات هناك من يحتاج إلى كلمة بالعربية الفصحى هناك من يحتاج إلى جملة إلى عبارة فالأستاذ يمد المتعلمين بهذه الأفكار ويقدم لهم المساعدات ويقدم لهم كذلك الأساليب الممكنة في إنجاز الموضوع إلى غير ذلك إذن هذه هي الحصة الثانية ثم الحصة الثانية هي مراجعة خاصة بالمراجعة بحيث يراجع المتعلمون ما كتبوه في الحصة السابقة وينقحونه ويعدلونه وينتجون الموضوع في صيغته النهائية موضوع خالي من الأخطاء محترم لكتابة المواضع الإنشائية يتضمن علامة ترقيم الأساليب كذلك إلى غير ذلك مما يحتاجه الموضوع الإنشائي ثم في الحصة الرابعة والأخيرة في الأسبوع الرابع هي نصل إلى مرحلة العرض بحيث الأستاذ يطلب من المتعلمين تقديم إنتاجاتهم واختيار الطريقة التي تناسبهم لعرضها بحيث هناك من يلصق موضوعه على الصبورة ثم يقرأه هناك من يلصقه على جدار القسم ثم أو على جزء محدد منه ثم هناك من يعرضه على صبورة النشر ثم هناك من يكتفي فقط بقراءته على دفتاره أو على ورقة سويده إلى غير ذلك إذن جميع المتعلمين هنا يقرؤون ما دونوه ويتقاسمون إنتاجاتهم ويناقشونها وهكذا ينتهي هذا الموضوع وتنتهي الأسابيع الخاصة بكتابة موضوع إن شاء الله الذي قلنا هو يمتد على مدى أربعة أسابيع وقلنا يمر من هذه المراحل وكل أسبوع وكل حصة لها هناك الحصة الأولى خاصة بوضعية الانطلاق والتخطيط الحصة الثانية خاصة بالكتابة في ورقة السويد الحصة الثالثة قلنا خاصة بالمراجعة والحصة الأخيرة قلنا خاصة بالعرض السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة